بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة ثم أما بعد ما زلنا في كتاب مناقب الأنصار وحديث الجهلية يقول إمام البخاري رحمه الله وقال ابن وهبن أخبرنا عمرو ابن بكير ابن الأشج أن تريبا مولى ابن عباس حدثه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس السعي ببطن الوادي بين الصفة والمروة سنة إنما كان أهل الجهلية يسعونها ويقول لا نجيز البطحاء إلا شدا إسرائي في المشي أو قاري له ببطن الوادي بين الصفة والمروة قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا سفيان قال أخبرنا مطرف قال سمعت أبا السفري يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم واسمعوني وأسمعوني ما تقولون ولا تذهبوا فتقول قال ابن عباس قال ابن عباس من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر وحجر إسماعيل ولا تقول الحطيم لو الحجر تقولوا على الحجر وحجر إسماعيل هو المكان لقصرة النفقة بخريش فأخرجوا من البيت وحاولوا الوصول الرخامي الذي يطفوني من خلفه ولا تقول الحطيم فإن الرجل في الجهلية كان يحلف فيلقي صوته أو نعله أو قوسه في حجر إسماعيل فسميها الحطيم من أجل ذلك قال لما الأخرى حدثنا عيم بن حمد قال حدثنا مشايم عن حسين عن عمر بن عيمون أنه قال رأيت في الجهلية قردة اجتمعت عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله قال عن عبيد الله أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه قال خلال من خلال الجهلية صفات من صفات الجهلية الطعن في الأنساب والنياحة ونسي الثالثة قال سفيان ويقولون أنه لاستسقاء بالأنواع قوله قال ابن واهب إلى أخير يوصل الله ابن عيم في المستخرج من طريق حرملة ابن يحيى عن عبد الله ابن واهب وإشارة إلى أنه معلق قول ليس السعي أي شدة المشي قوله سنة في الريد كشميني بسنة قال ابن التين خولف ابن عباس في ذلك بل قالوا إنه فريضة قلت لأن يريد ابن عباس أصل السعي وإنما أرد شدة العدو كانوا يقول الوحد ما يهرولش يعني أو ما يجريش جري شديد فإن هذا كانت تفعال أهل الجارية ولكن في الشك أن الإسراع الخطعة في بطن الوادي المكان اللي بين الصفا والمروى أخرب إلى الصفا وعنده العلامات الخضراء يقولون أن شدة الجري ليست سنة ولكن ما فيهوش إثبات للشد اللي هو سعي الإسراع الخطة وإن مرات شدة العدو وليس ذلك فريضة يقول قد تقدم في حديث الأنبياء في ترجمة إبراهيم عليه السلام في قصة هاجر أن مبدأ السعي بين الصفا والمروى كان من هاجر ومن رواية من رواية ابن عباس أيضا فظهر أن الذي أرده أن مبدأه من أهل الجارية هو شدة العدو نعم قوله ليس بسنة إن أراد أنه لا يستحب فهو يخالف عليه الجمهور ونظير إنكاره استحباب الرمل في الطواف الرمل أيضا سرعة الخطة تقرب الخطة وهذه الكتفين في الثلاثة أشواط الأولى من طواف القدوم ويحتمل أن يريد بالسنة الطريق الشرعية وتطلق كثيرا على المفروض ولم يرد السنة واستلاح أهل الأصول وما ثبت دليل مطلوبيته من غير تأثيم تاركه قوله لا نجيز أي لا نقطع البطحة مسير الوادي تقول جزء موضع إذا سرت فيه وأجزته إذا خلفته خلفته وراءك وقيلهما بمعنى معنى واحد وقوله إلا شدا أي لا نقطعهما إلا بالعدو الشريب فده جمع بين كناب بن عباس ومثبت من السنة من إصراع الخطة يعني في بطن الوادي بين الصفا والمروة قوله أخبرنا مطرف هو ابن طريف وهو كوفي وأبو السفر هو سعيد ابن يحمد بالتحتانية المضمومة والمهملة الساكنة الكوفية أيضا يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم وأسمعوني أي أعيد علي قولي لعرف أنكم حفظتموه كأنه خشي أن لا يفهموا ما أراد فيخبروا عنه بخلاف ما قال فكأنه قال اسمعوا مني سماع ضبط وإتقان ولا تقول قال من قبل أن تضبطوا من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر في رؤية ابن أبي عمر عن سفيان وراء الجدري والمراد به الحجر والسبب فيه أن الذي يلي البيت إلى جهة الحجر من البيت وقد تقدم بيانه وما قيل في مقداره في أوائل كتاب الحجر كما ذكرنا أن قريش خصت بها النفقة فأخرجت الحجر من البيت ونخصت من أدفع ستة أذرع قول ولا تقول الحطيم في رؤية سعيد المنصور عن خليج ابن معوي عن أبي إسحاق عن أبي السفر في هذه القصة فقال رجل ما الحطيم قال ابن عباس إنه لا حطيم كان الرجل الأخير زادة أبن عين في المستخرج في طريق خالد الطحان عن مطرف إن الجرية كانوا يسمونه أي الحجر الحطيم كانت فيه أصنام قريش وللفاكه من طريق يونس ابن أبي إسحاق عن أبي السفر نحوه وقال كان أحدهم إذا أراد أن يحلف وضع محجنه ثم حلف فمن طاف فليطف من ورائه قوله كان يحلف في رؤية خالد الطحان المذكورة كان إذا حلف بضم المهملة أو إذا حلف بضم المهملة وتشديد اللام والأول أوج حلف أو حلف والمعنى أنهم كانوا إذا حلف بعضهم بعضا ألقى الحليف في الحجر نعلا أو صوتا أو قوسا أو عصى علامة لقصد حليفهم فسموه الحطيم لذلك لكون يحطم أمتعتهم وهو فعيل بمعنى فاعل يقول يقول احتمل أن يكون ذلك كان شأنهم إذا رادوا أن يحرفوا علىنا في شيء وقيل إنما سمي الحطيم لأن بعضهم كان إذا دعا على من ظلم في ذلك الموضع هلك قلن الكلبي سمي الحجر حطما لأنه لما تحجر عليه يعني ووضع لي من الحجار اللي هو الصور الموجود يعني أو لعلك صورا آخر موجودا أو لأنه قصر بي عن ارتفاع البيت وأخرج عنه فعلى هذا فعيل ببعنى مفعول أو لأن الناس يحطن فيه بعضهم بعضا من الزحام عند الدعاء فيه وطبعا القول بأن الحجر هو الحطيم يعني 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 هو الرجل طبعا كما قال ابن عباس ولكن في قال الحطيم هو المكان بين حجر الأسود وباب الكعبة وفي قاله بين الحجر الأسود وحجر إسماعيل يعني هو الجنب ذا كله اللي بيصلي عنده الإمام اليوم اللي في ناحيته مقام إبراهيم وقال غيره الحطيم هو بئر الكعبة التي كان يلقى فيها ما يهدى لها وقال الحطيم بين الركن الأسود والمقام وقال من أول الركن الأسود إلى أول الحجر يسمى الحطيم وحديث ابن عباس حجة في رد أكثر هذه الأخوال زاد في غير خديج ولكنه ولكنه الجدر بفتح الجيم وشكون المهملة هو من البيت وقع عند الإسماعيل والبرقاني في آخر الحديث عن ابن عباس وأيما صبي حج به أهلوه فقد قضى حجه مدام صغيرا فإذا بلغ فعليه حجة أخرى يعني له أجر ولولي أجر ولكن لا تسخت هذه حجة الإسلام لما يبلغ عليه حجة الإسلام أيما عبد حج به أهله أيضا إذا صار حرا فعليه الحج وليه زيادة عند البقرية أيضا في عين الصحيح وحذفها وحذفها منه عمدا لعدم تعلقها حذفها منه عمدا لعدم تعلقها بالترجمة ولكونها موقوفة مش على شرط الصحيح من كلام ابن عباس وأما أول حديث فهو وإن كان موقوفا من حديث ابن عباس إلا أن الغرض منه حاصل بالنسبة لنقل ابن عباس ما كان في الجهرية مما رآه النبي صلى الله عليه وسلم فأقره أو أزاله فمهما لم ينكره واستمرت مشرويته فيكون له حكم المرفوع ومهما أنكر فالشرع بخلافه كان يقول هذا الجزء لا حكم الرفع أما بقيت الجزء لا فليس لا حكم الرفع قوله حدثنا نعيم الحماد في رواية بعضهم حدثنا نعيم غير منسوب هو المروزي نزيل مصر وقال لأن يخرج له البخاريين موصولا بل عدته أن يذكر عنه صغة التعليق ووقع في رواية القابسية حدثنا أبو نعيم وصوبه بعضهم وهو غلط فهو نعيم بن حماد وليس أبو نعيم قوله عن حصين في رواية البخاريين في التاريخ وأيضا ما يقول التاريخ هو يسكت بالتاريخ الكبير في هذا الحديث حدثنا حصين فهو من أبو ذلك ما يفشأ من تدليس هو شيم الراوي عنه وقرن فيه أيضا مع حصين أبا المليح قوله رأيت في الجارية قردة وحدة الخرود وقاله اجتم عليها قردة جمع قرد وقد ساكل إسماعلي هذه القصة من وجه آخر مطولة من طريق إيسا بن حطان عن عمري بن عيمون قال كنت في اليمن في غنم لأهلي وأنا على شرف شرف يعني كان مرتفع فجاء قرد مع قردة فتوسل فتوسل يدها أي أننام على يدها فجاء قرد أصغر منه فغمزها فسلت يدها من تحت رأس القرد الأول سلا رقيقا وتبعته فوقع عليها وأنا أنظر ثم رجعت فجعلت تدخل يدها تحت خد الأول برفق فاستيقظ فزعا فشمها فصاح فاجتمعت الخرود فجعل يصيح ويوم إليها بيده فذهب الخرود يمن ويسرى فجاء بذلك الخرد أعرفه فحفروا لها حفرة فرجموهما فلقد رأيت الرجم في غير بني آدم قال لتين لعل هؤلاء كانوا من نسل الذين موسخوا فبقى فيهم ذلك الحب ومن بني إسرائيل ثم قال إن الممسوخ لا ينزل هناك قول يعني العلو أقرب لذلك لعل كان هذا فيهم ثم تعلمت الخرود ذلك يعني منهم لأن أي أمة موسخة يعني خرد أو خنزير لا يكون لهم نسل وذلك لن نقول أن اليهود يعني نسل للقرد أو الخنزير لأنهم يعني من موسخة لا يكون له نسل قلت هذا هو المعتمد لما ثبت في حديثي صحيح مسلم أن الممسوخ لا نسل له وعنده من حيث ابنه مسعود مرفوعا إن الله لم يوله قوما فيجعل لهم نسلا وقد ذهب أبو إسحاق الزجاج وبكر العربي إن الموجود من خرد من نسل الممسوخ ومن ذهب شاذ اعتمد من ذهب إليه على مثابة أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بالضب قال لع له من القرون التي مسخت وقال في الفار فقدت فقدت أمة البني الصعيد لا أراها إلا الفار وأجاب الجهور على ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم وقال ذلك قبل أن يوحى إليه بحقيقة الأمر في ذلك للمسوخ لأن أسلم ولذلك لم يأتي الجزم عنه بشيء في ذلك بخلاف النف فإنه جزم به كما في حديث ابن سعود ولكن لا يلزم أن تكون الكرود المذكورة من الناس في احتمال كل دين موسك ولما صر هيئة الخردة مع بقاء أفهامهم مع عشراتهم الخردة الأصلية المشابهة في الشكل فتلقوا عنهم بعض ما شاهدوه من أفعالهم فحفظوها وصارت فيهم للقرد معروف بالمحكاة والفطنة وذلك بعض الناس يقولون طبعا لأنه نظري أنا أصله خرد لأنه نكاسة الشبه بينه وبين بني آدم واختص الخرد بذلك لما فيه من الفطنة الزائدة على غيره من حيوان وقابلية التعليم لكل صناعة مما ليس لأكثر الحيوان ومن خصالي أنه يضحك يضحك ويضرب ويحكي ما يراه وفيه من شدة الغيرة ما يوازل الآدمي ولا يتعدى أحدهم الغير زوجته فلا يدع فيه الغرب أن يحملها ما ركب فيه من الغيرة على عقوبة من اعتدى إلى ما لم يختص به من الأنثى ومن خصائص أن الأنثى تحمل أولداء كهيئة الأدمية ربما شلقرد على رجليه لكن لا يستمر على ذلك ويتناول الشيء بيده ويأكله بيده وله أصابع وفصلة في أشهر الموز بيأكل موز وغير ذلك من الإيه مما يشبه فيه بني آدم وله أصابع وفصلة إلى أنامل وأطفال ولشفر عينيه أهداب وقال استنكر ابن عبدالبرخ ستعمر الميمون هذه وقال فيها إضافة الزنا الغير مكلف وإقامة الحد على البهائم وهذا منكر عند أهل علم وقال فإن كانت طريق صحيحة فلعل هؤلاء كانوا من الجن لأنهم من جملة المكلفين وإنما قال ذلك لأنه تكلم على الطريق التي اخرجها الإسماعلي حسب وأجيب بأنه لا يلزم من كون صورة الوقاعة صورة الزنا والرجل أن يكون ذلك حقيقة زنا حقيقة ولا حدا وإنما أطلق ذلك عليه لشبهي به فلا يستنظم ذلك إقاءة تكليف على الحيوان وأغرب الحميدي في الجمع بين الصحين فزعم هذا الحديث وقع في بعض نسخ البخاري وأن أبا مسعود وحده ذكره في الأطراف قالوا ليس في نسخ البخاري أصلا فلا علم الحديث المقحمة في كتاب البخاري وما قاله مردود فإن الحديث المذكور في معظم الأصول التي وقفنا عليها وكيف بإراد أبي ذر الحافظ وأحد رواية الصحيح له عن شيخي ثلاثة لإما المتقنين عن الفربري حجة وكاد إراد الإسماعلي وأبن عين في مستخرجيهما وأبي مسعود له في أطرافه نعم سخت في رواية النسفي وكذا الحديث الذي بعده ولي أجزب من ذلك أن لا يكون في رواية الفربري فإن روايته تزيد عن رواية النسفي عدة أحديث قد نبات على كثير منها فيما مضى وفيما سيئته إن شاء الله وأما تجويزه أن يزات في صحيح البخاري ما ليس فيه فهذا ينافم عليه العلماء للحكمة تصحيح جميع ما أبرده البخاري في كتابه ومن اتفاقهم على أنه مقطوع بالنسبة إليه يقول وهذا الذي قاله التخيل فاسد يتطرق منه عدم الوثوق بجميع ما في الصحيح بأي حديث ممكن واحد يدعي إن هذا مقحم في البخاري شاء أن هذا الذي كان يسمى السيد صالح ولم يكن سيدا ماذا صالحا فكان يضاعف أحاديث من يحكم عليها بالوضع موجودة في صحيح البخاري يقول لأنه إذا جاز في واحد لا بعينه جاز في كل فرض فلا يبقى لأحد الوثوق بما في الكتاب المذكور واتفاق العلماء ينافي ذلك بل أحاديث البخاري ترتفع من الظن إلى اليقين هي أحاديث مسلم ترق الأمة بالقبول يعني لها فهي تفيد اليقين ولا تفيد الظن والطريق التي يخرجها البخاري دافع طريف بن عبدالبر للطريق التي يخرجها الإسماعلي وقد أطنبت في هذا الموضع لألا وقد أطنبت في هذا الموضع أن يأطال الكلام لألا يغطر ضعيف بكلام الحميدي فيعتمده وظاهر الفساد وقد ذكر أبو بيد معمر ابن المثنى في كتاب الخيل له من طريق الأوزاعي أن مهرا أنزى على أمه فامتنع فأدخلت في بيت وجللت بكساء وأنزى عليها فنزى فلما شم ريح أمه عمد إلى ذكره فقطعه بأسنانه من أصله فإذا كان هذا الفهم في الخيل مع كونه أبعد في الفطنة من القرد فجوازها في القرد أولى الحديث التاسع عشر قوله عن عبيد الله وابن أبي يزيد المكي عن ابن عباس في نسخة أنزى وغلط من خلال الجهلية أي من خصال الجهلية الطعن في الأنساب أي القضح من بعض الناس في نسب بعض بغير علم يعني هذا ما بقى من أمور الجهلية قوله والنياحة أي على الميت والنياحة ليه رفع الصوت على الميت والصراخ والعويل وتعديد محاسن الميت وقد تقدم ذكر حكمها في كتاب الجناس بأما يكره من النياحة على الميت وقد تقدم هناك الكلام حيث أنز ليس من من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعى بدعوة الجهلية قوله نسى الثالثة وقاف راية ابن أبي عمر عن سفيان ونسي عبيد الله الثالثة فعين الناس أخرجه الإسماعيلي قوله يقولون أنه الاستسقاء بالأنواع أي يقولون مطرنا بنوء كذا وقد تقدم شرح ذلك في كتاب الاستسقاء وقع عند أبي نعيم رواية شريح ابن يونس عن سفيان مدرجا ولفظه والأنواع ولم يقل ونسي إلى آخره من رواية عبد الجبار ابن العلاع عن سفيان بدل قبله ونسي الثالثة والتفاخر بالأحساب إن واحد يقول أن جدي فلان وهو وهم منهما لما بيّنت رواية ابن أبي عمر وعلي شيخ البخاليفي هو ابن المديني علي بن المديني وقد جاء من أحيث أنس ذكر هذه الثلاثة أو هي الطعن والنياحة والسسخاء أخرجه أبي يعلى بإسناد قوي وجاء ابن عباس من رجل آخر ذكر فيه الخصار الأربع أخرجه ابن عدي من طريق عمر ابن راشد عن يحيى ابن أبي كثير عن أكرمة عنه والمحفوظ في هذا ما أخرجه مسلم ابن حبان وغيرهما من طريق أبان ابن يزيد وغيره عن يحيى ابن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن أبي مالك الأشعري مرفوع عن بلغ أربع في أمتي من أمر الجهلية لا يتركونهن الفقر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالأنواع والنياحة فنكتفي بهذا القل وقولوا خبلي هذا وأستخدم الله لكم وصلى الله وصلى الله موسيقى